اكد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان العلاقات النموذجية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة تشهد نماء وازدهارا في شتى المجالات وتعكس عمق الروابط الاخوية الوطيدة بين البلدين هذا ويعكس التطور الكبير في العلاقات الاخوية كما تحظى به من دعم ثابت ومساندة مستمرة من لدن جلالة الملك المفدأ يده الله ورعاه واخيه عاهل المملكة الاردنية الهاشمية معربا معاليه عن الفخر والاعتزاز بما حققته المملكتان الشقيقتان من تطور زاخر بالنجاحات والانجازات المشهودة على مدى الخمسين عاما الماضية واشار معالي رئيس مجلس الشورى الى ان دعم القيادتين الحكيمتين للمملكتين الشقيقتين لكل مسارات التعاون والتنسيق المشترك اسهم في الدفع بالعلاقات والروابط التاريخية نحو افاق واسعة وعزز مجالات العمل الثنائي مشيدا بالمستويات الرفيعة والجهود الحثيثة لتعميق الشراكة الاخوية بين المملكتين في الجوانب الصحية والتعليمية والاقتصادية والتجارية والامنية والسياحية والثقافية وغيرها من المجالات المهمة التي ترفض مسيرة المملكتين الشقيقتين بمزيد من التنمية والتطور والنجاح جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس الشورى بمعالي السيد عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة والوفد النيابي المرافق له من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب الاردنية عن الاعتزاز الكبير بما يربط المملكة الاردنية الهاشمية ومملكة البحرين من علاقات أخوية وطيدة وما تشهده الروابط المشتركة بين المملكتين من عمق راسخ منذ خمسة عقود مشيدا بالمواقف الثنائية المنسجمة بين المملكتين تجاه مختلف القضايا والموضوعات ولفت معالي رئيس مجلس النواب الاردني إلى أن العلاقات البرلمانية المتميزة بين السلطتين التشريعيتين في الاردن والبحرين تكتسب خصوصية وعمقا فريدا علاقاتنا مع الاردن الشقيق علاقات على مستوى القيادات والحكومات وعلى مستوى الشعوب وفي كل المجالات والحمد لله يعني الرؤى مشتركة والتحديات مشتركة وأيضا التنسيق قائم والتعاون قائم ومستمر فأحنا في هذه الزيارة يعني نحب أن نؤكد على هذا التعاون وعلى هذا التنسيق وخاصة في المجال البرلماني والنيابي بحيث أن نحن نستطيع فعلا أن ننسق مواقفنا في المحافة الدولية والإقليمية ونحاول أيضا أن نوضح وجهات نظرنا اللي أعتقد أنها قواسة مشتركة ما بين البلدين الشقيقين شكرا